السلام عليكم مرحبا بكم معي من جديد في قناتي كنتمنى تكونوا بي خير وعلى خير وما نقصكم حتى شي خير اليوم كما كتشوفوا غادي نصاوب معاكم وحتى ثلاثة ديال الاشكال ديال البغيوش بعجينة واحدة كنخمروها دقة واحدة ما فيهاش بزاف ديال الخدمة خليكم معي غا نحتاج لها نص كاس ديال الزيت نص كاس ديال السكار قريصة ديال الملحة عندي بيضة كاملة وعندي معلقة كبيرة ديال الخميرة الخبز خمسين جرام ديال الزبدة او لمعلقة كبيرة بومبي جوج سكر فاني وواحد خميرة الحلويات عندي ستمية وخمسين جرام ديال الدقيق وعندي الحليب بالنسبة للحليب فمكاينش هنا يعني واحد القياس من دبوت الحليب اللي غادي نعجنو به البريوش ديالنا المرحلة اللولا غادي ندير الخميرة وغندير الاسكار وغندير اليها الحليب اللي يكون دافي من طبيعة الحال لانه دابا الجو بارد غادي نخلط هدوك المكونات ونغطي اليهم باش يتجنسوا ليه وكيكونوا يعني بحالك يتفاعلوا منين غادي تفاعل الخميرة عاد غادي نضيف ليها المكونات الاخرى من بعد ما تفاعلت لي الخميرة شنو غادي نزيد غادي نزيد هادك هادك زيت عفوا والبيض وغادي نزيد حتى السكر فاني ونخلط المكونات كاملة حتى كتجنس كيما كتليكم هاد لا بغيوش كتجي سهلة اقتصادية مكوناتا موجودين في الدار والمداق ديلها خرافي يعني مداق زوين بزاف كأنها معجونة بالزبدة وكتبقى معانا يعني حتى الكلت ايام بنفس المداق ديل النهار سوف نخلط هادوك المكونات يعني ذاك الزيت وذاك البيض اللي درتس انا هنا درتس بيضة كاملة يعني محيتش منها السفار ومن بعد غادي ندير يعني سفار واحد اخر باش غادي ندهن الوجه ديلها بغيوش كنضيف ذاك الدقيق دفعة واحدة كنضيف عليه خاميرات الحلويات وغادي نضيف الملح الملح مدرتوش من الول علاش باش نعملية ديل الاختمار كتم بسرعة صفي غادي نبدك نعجن عادي في حل اي بغيوش فحل كتعجنوا الخبز ديلكم عادي غي انما هنه هدلا بغيوش ما غاديش نديروها مطلوقة بزاف علاش لانه طريقة ديل تشكيل ديل الورضة اللي شفتو في الاول ديل فيديو كتبغي ان العجين يكون لين ولكن ما يكونش واصل لديك الدرجة ديل رطب بزاف او لا مطلق بزاف كنضيف هاداك الحليب ساخن باش نعجن حتى كنتحصل عليه بهاد الشكل هادا وغادي نحط فوق البلان ديل لتخافاي ونضيف له هاديك الزبدة الزبدة هنا تكون زبدة حيوانية يعني تكون الزبدة ديل الاكل باش كيكون المدق ديلها زوين المارغارين مصالحاش في هاد البريوش هادي صفي كان بدك ندخل هاديك الزبدة في ديك العجين وكان دلكو مزيان 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 يعني حتى كنتحصل عليه ليس ومعجون وكي بدو كي تكونوا في هادوك الفوقاعات هادوك وما الدليل على ان العجين ديالكم اراه نازح صفي كانستمر بنفس الطريقة حتى كندخل هاديك الزبدة مزيان في العجين ديالي وغادي نخليه غير واحد خمسة دقايق يطلق يعني نغطي عليه ونخليه واحد خمسة دقايق وندوز مباشرة نشكله اول حاجة هانتو ما كدشوفوا بعدها العجينة كيفاش دايرة اول حاجة غدي ناخد واحد القسم من العجين اللي غادي نشكل به لا بغيوش لي معمره بالفرماج كندير قطع صغيرة القطع يعني الحجم ديالها فانتو ما اللي تتحكموا فيه اهنا هنا بغيتهم صغار هانتو ما كدشوفوا يعني الحجم ديال الكورة اللي درت فما فيتش فيها 30 ديالجرام من بعد الختيمر فكيجي الحجم ديالها متوسطه كجيزوينه لا في المنظر ولا في الحطة صفي كان عمرها بالجبن عمره باي حاجة بغيتو انا هنا يدرت فيها الجبن المعتمدة عندي في الطبخ وفي الكريمات وكنديرها في هاد القالب الوراقي واحدة 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 القالب الوراقي فانا ادهنتو غير بالزيت راه ما كيل تتعصقش حتوي لما ادهنتو شي راه ما كيل تتعصقش سوفي غادي نكمل بنفس الطريقة حتى كان عمر هاداك المول ديالي كامل يعني كان نزل فيه كورة حدا كورة حدا كورة حتى كان عمره كامل كان غطي إليه وكنخليه يختامر المدات الكافية هنا غادي ندوز معاكم الشكل الثاني اللي هو شكل ديال الوريدا وهنايا غادي ندير كويرات شوية كبارين الى الولين الحجم ديالهم تقريبا فيهم واحد خمسة وثلاثين قرام وانتو ما إلا بغيتوا تديروهم أكبر كيبقى لكم الاختيار سوفي كنطلق من بعد ما كنشكلهم كورات وكنخلي القسم الثالث اللي غادي ندير به شكل الثالث كنغطيه السلوفين كننقرس اولا كنطلق هادك الكورة ديالي ديال العجين كنرققها شي شوية ولكن ماشي بزاف وكناخد واحد الكاز نديرو في الواسط خدو اي حاجة عندكم ديروها في الواسط كنبدأ كما مضح في الصورة كنقطع دوك الجنيبات كنقطعهم بالموس كنقطعهم بشي آدات اللي الحادة عندكم وكنبدأ كنلوي هذيك الأشريطة اللي قطعت في حل اللي غا نديرو دوك اللي باطوني ديالت لابات فيوتي كنلويهم وكنلاقيهم بجوج وكنضغط عليهم باش منيني اختامر ما يتفتحوش ليه كندور عليها كاملة وكنقرص لاجينة ديالي في الراس الصراحة هذي الوريدة هذي شكل ديالها كيجي زوين بزاف القياس اللي درت انا من بعد ما طابوا فجأة يعني هو هذك زوين في المنظر دياله وحتى الشدة دياله والحطة دياله حتى هما جو زوينين صفي بهذا الطريقة هذي كنتحصل على واحد الوريدة كما مضح هنا في الفيديو وغادي نعود لكم واحدة يعني نقرب لكم شوية الكاميرا بدون تسريع باش تشوفوا كيفاش كتجي وفالا من بعد ما قطعت ديالك الاشريطة كنبضى كنقلب في العجين ديالي في دوك الاشريطة وكنلاقيهم وكنضغط عليها كاملة جوج مع جوج حتى كنثالي كما قلت لكم فالمنظر دياله كيجي زوين ويمكن احتوي دا بغيتو انا مهم انا يعني بعد خليتهم هكا ما درت ليهم تشي حاجة لانو مني مكين تافخوا وكيطيبوا كيجي شكل ديالهم فحل شكل ديال شميشة او ديال الوريدة فهد الأثناء يعني قبل ما يطيبوا إلا بغيتو فممكن أنكم الواسط ديال هاد الوردة هادي تديرو يا إما الكونفيتور يا إما الشوكولات يا إما كريم باتيسيار كيبقى لكم الاختيار ولكن أنا درتهم هكا وبهاد المقادير اللي اعطيتكم جال مدق ديالهم زوين محلوينش بزاف والتكستور ديالهم يعني شدت معي حصل تخواجوخ بنفس الطراوة ديال النهار اللون صافي ها هو الوردة تيالي واجدة صافي كننزلهم في صافيه هاد الفرن اللي فيها البابي كويسون دابا ندوز نشكل الشكل الثالث اللي غناخد ديك العجين اللي تبقى ليا كيما كتشوفو وهنا محدكم انتم ما كتخدمو العجين راه كيزي دي تسلق كندير فيها الفيرميسة الشوكولاتي ممكن تديرو اللي بغيتو مهم أنا بهاد الفيرميسة الشوكولاتي من بعد ما طابو جال مدق ديالهم زوين وعطاهم واحد لو كوكو يعني منين ما طابو داب فيهم داك الشوكولات لانه هدا غير غالب عليه السكر فجا فيهم واحد قرميشة زوينة ولديدة الصراحة زدتهم حتى اللي بطا صافي كنشكل منهم كويرات صغيرة يعني كويرات تكون فيها واحد عشرة قرام هاكتاك وكينبدا كنشكلها لشكل كورة وكيننزل واحدة 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 حتى كنكون منهم واحد شكيل ديال قرص اولا يعني كيجي شكل ضاير من بعد منين كينتافخو وكيطايبو فهوما كيتلاسقو بو حديثهم احنا ما كنحتاجون ديلوليهم حتى شي حاجة وف هاد القتنى ارا هدوكلي بغيوش اللي وجيتلولين راني مقطيع ليهم باش كي يخبرون مباشرة من بعد ما كملت خنت الفران ديالي وبديت كنطيب يعني كيوجدوا بسرعة عكس البغيوش اللي كان ديرو اننا تنخمروا المرحلة اللولة والمرحلة الثانية صافي هنا من بعد ما كملت مهم المقطع ديالدك شكل النهائي لديك الوريدة او لديك الوساخل هو ما طايبش متصورش ليه ما عرفتش علاش ولكن غنوريه لكم من بعد ولد هنسهم كاملين بالصفر ديالبيضة مع القهوة ودخلتهم يطيبوا من بعد ما طابوا هدا هو الشكل ديالهم هدا هي اللي تقطع لي المقطع ديالها شوفو كيفاش كدجي كدجي زوينة ورتطبة وحماق وليهم الوليدات الصراحة وهدا ديك الوريدة اللي شكلت معاكم حتى هي كيجي المنظر ديالها راقي وإلا درتوهم صغر من هكدا فممكن أنكم يعني حتى تقدموهم في بلاتو ديال اللي بغيوش تشكلو كيف ما بغيتو حتى هو إلا كان عندكم بطيف راح كيجي صراحة زوين وهديك اللي درنا بالفرماج حتى هي جات خطيرة في المدق رادي نفتح ليكم واحدة باش تشوفو كيفاش كدجي في الوسط ديالها يعني العجينة ديالها كدجي ناجحة 100% وكما كان قوليكم دائما جربوا الوصفة باش تعرفو دو كوا جو بغل اولا يعني كيفاش ديرها الوصفة ميمكنش تحكمو عليها وانتم ما مجربين هاش وإلا وصلتي اخويا اولا ختيحت اللي حنايا متنساش أنك تدير واحد اللايك واحد البصاية مزوينة وتخلي كومنتاه وشوفو ليالا التكستور ديالها بغيوش كيفاش هي من الداخل يعني العجين وكأننا عجنينه كامل بالزبدة كانتمنى الوصفة تكون عجباتكم كان قوليكم شكرا للوفاء ديالكم وشكرا للناس الجداد اللي انضموا للقناة ما تنسونيش من البارتاج والاشتراك باش يوصلكم كل جديد بسلام عليكم باي